اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علي جمال انت هنا ازاي والله انا مفروض اسألك السؤال ده اشتركوا في القناة عملي انا تمام تكلي جابك هنا انا باجي هنا من ابارك اسنك تظن شكلك عايز تقولي حاجة منبا ايه البلد فيها حاجة ههم منك دلوقت الناس ملها السيرة غيرك الدخلية ملوبة وبالعزم متجند ولسه ما يشوف واخرتها يا جمال وانت تسأل نفسك السؤال ده واحنا بنعمل كده ليه واخرتها ايه ما ترد علي مش انت دخلت الجهاز ده قبلية أوامر يا جمال عملنا الأوامر ونفزناها وانت عارف الأوامر ما بتتنقش أوامر وكل مصلحة البلد ونعمل كل حاجة من غير ما نفكر مش كده قل لي حاجة واحدة بس عملناها في مصلحة البلد قتله وخطفه وتفكيره وكله في البلد دي وفي نفس الوقت عايزين يطلع مصلحة لنفس البلد طب قل لي ازاي هو احنا مع النظام ولا ضد النظام يعليه دي حال الدنيا من يوم ربنا خلاها الكلام اللي مصدع بيه نفسك ده وامره ما حيرياحك اللي حيرياحك حاجة واحدة بس انك تنفز المطلوب منك وبكفاءة وانت بقى مقتنع بالكلام ده حتى لو مقتنعتش حيفيد بيه يا اخي تفهم تعرف مين اللي ورا كل ده او واحد او اثنين او مية واني كل يوم بزيده ومشاكلهم ضد بعض بتكبر وطلباتهم بتكتر وانحنا اي بنخدم عليهم ده النظام واللي انت وافقتي عليه من الاول وخلاص انتقى ومش هيرجع تاني يا علي انت حر بس انا ما قدرش اقول لا يا اخي ليه ليه انت قلتها شوف جرارك ايه يا علي احنا كنا زباط ومشينا في طريق خلط مش عايب ان احنا نغلط اللي عايب ان احنا نغمي علينا ونفضل مكملين يا اختيار يا جمال زي ما انت اخترت قل لي ساعدك ازاي تفكر في اختيارك ماش عشان تساعدين ماش عشان نساعد البعض علي ايد على نفسك يا شاو وانت ايه اللي جابك هنا اللي جابك انا هنا من امبارك بمخارف وما دلليه ابو العزم مكلفني ليه بالمؤمن ما انت عارف ابو العزم بيشوكه في صواب عينه يلا بينا المكان قدامك لو عايزتي فتش فتش يا شوقي ها ما لك يا فتحي اللي مسحيك لحد الوقت يا اخوي تعرف يا زينات انت الوحيدة في نسواني التلاتة اللي بتقول لها فتحي اللي بقربت انساء الولاك ما أنا لأصل يا فتحي طبعاً بت وإنما ملوش خير في أصل وملوش خير في أحب حلوة كلام طالما للأصل يا اخوي مش الأصل ده محتاج يفرع ويتجدر في الأرض علشان زينات قلت مش عايز كلم في الموضوع ده أنا في مية طاحونة بتدقف الناغي ومش ناقص لو شفتني خلفت من واحدة من النسواني التلاتة هيبقلك الكلام يا اخوي ما حبب معلق قلبي انك تجيبها يالي يشيلوا اسمك واخدمهم لك يوه قلت لا يعني لا أنا مش أخلف وربي وأكبر وتيجي طلق أبلاش تاخدهم مني ما حصل سيدة اخويا مش عايز أشوفه في حد تاني خلاص يا اخوي خلاص سحقك عنها يا دم عالشان متزعج إلا بقول لكي هو من الرجل اللي جاء لك النهاردة ده شكله عزيز عليك أول اه ده اه واحد معرفة قديمة أول حبيبي نزلاني وليه دين كبير فرهابتي دين كبير أول دين كبير أول وليه دين كبير أول وانا كل مرة الحاجة بوب والإيه يوم هنكتب لي عمر جديد على ريدها بس لمزعلني اني قصرت معاه بس غاز بعدني النعمة أصرت معاه في إيه يا أخوي شغلانة كده تخص واحد من طرفه بس تلوت رعي فيها بازت بس تتعبت احنا هنروح من بعض فيه نامي انتي يا أختي نامي نامي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو إيه شر لكم كده ولا إيه بس هو البلاد مننا كده ما بيتعز صغير بعنيه وانت عنك ورمت من اللي اتعز انت بيتقطمني فيه بس يا شيخ عب حكم وأنا أول واحد ولا آخر واحد يجري ورقهم أولي زيهم والإخوة كلهم بيدوروا شغلهم معاهم أرشان بس اللي مبخت كشفت في ملعوبة بلزة علشان ما انتش حويت يا نوح وانيتك مش خالصة جريت لوحدك لا سألت ولا خدت المشورة وقولنا ماشي مدك على العقد يمص دمك بيه وهو شايفك وانت بتهر عليه انت حر؟ لا وإيه ما ربيلي حية عندك في البيت تضمن منين أن البنت الرقاصة دي مش هي اللي فتنت وخبصت عليك فيها شي غاب عاكم ما قال إخوة ما قالوا لكش ولا إيه الست اللي انت بتتكلم عنها دي مفراتي وما انتش مكسوف؟ اعتقل له يا شيخ ملأ يعني حتويبها وأخد سواب ده في إيه بعيزة على الإخوة الإخوة لسه ما زعلوش بس لو تفكروا انت اللي هتزعل أو درسوا وتعلمتوا بعد كده ما تخطيش أي خطوة غير لما ترجع وتسأل وتاخد الإذن أميرو أماريم أماريم انت روح تفيل أماريم انت سحيت يا سي علي؟ يا ساعة كم دلوقتي مش لها ساعة ساعتك وكل حاجتك محتوط على الطرابيزة هنجا وأنا نمتي عادي لو ما تحدش فانت حابة عيني كنت جاء عنه أمي دايما كانت تقولي إن النوم ده سلطان والسلطان ما يحبش الددبان ده ده إيه؟ بان طب اظهر وبانوا عليك الأمان لا 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 هتعمل إيه؟ ده أنا عمله لك أكلة رم عظمك وإيه ده كله؟ ده كوارع ومبار ولحمة راس وصلاة وكل حاجات ده بتحبها وأنا أبو أشرف بتاع الجيارة ده أما كنت أخذتها على الصفرة بره صفرت إيه حبيبي وأنا أتحبك برده أنت تاكل هنا في سريرك أعرف يا ماريم أنت بتفكرين بعمتي لما كنا نروح البلد في الأجازة كنت عشت أنها ما بتنامش بتفضل صهرانة ودايرة تخدمنا واحد وواحد كانت تجاب لي الأكل كده في سريري زيك وتأكلني بيديها وتقول لي كل يا ابن الغالي كانت بتحسسني أن أدها مش هلقوي في زمانه الجاه والسيطرة طبعا يا صديق علي وأنت بي زيك وأنا كنت أحلم أن أنت تكتب علي وتسددني كده فأنا مكنتش أحلم حد شلمة ديسك أنت تستاهلي يا ماريم تستاهلي تخدميني يو بقى كل أنا متشكر أنك وفيت تديني حسس أن في عتظارك اللازم نقدمه عند آخر مرة لا أخير حضرتك كنت بتشوف شابك ودايقة كني خبيت معلومات عنك أي حد فينا بتبقى ردة فعله بكده خصوصاً وسط التوتر والقلق اللي إحنا عايشين مهنة الإعلام مرهقة شوية خصوصاً وسط الرقابة والمحذير المفروضة ده أخوة أنت شوفت اللي حصل مبارح؟ آآ للأسف بضطر أنا مبادري بس ده مش معنى أني ما بشوفش برنامجي بالعكس أنا بتبع كل يوم الصبح قبل ما بعد نزال بس عرفت من الجرائض إن الحلقة توقفت على الهواء هو البرنامج كله توقف بس عادي يمكن حتى تأخره في أخدي القرار ينفع سألك إذا كان ده بسبب كلامك عن سروة زتقوم في التحقيق؟ هو أنت سألت فاعل يمكن جزء منه يبقى بسبب كده؟ وهتعمل إيه بعد كده؟ ولا حاجة بصراحة أنا كنت عايزة أفصل وهدي أعصابي شوية مين سمعت؟ أنا كمان نفسي عمي كده من زماني بس للأسف ظروف الشغل بتاننا عم أو يعني تقدري تقولي إن كائم بيتوتي شوية بيتوتي؟ حتى لو عندي أجازة بعرفش أستنتع بيه بره أنت عارف إن الكلمة دي بقى لي زمان ما سمعتهاش؟ ده كان فيه واحدة صحابتي دايما بتقولها أنا كمان سمعتها من واحدة كنت بقى حقق معها كتب التحقيق لاص ومعرفش أكتبها حتى ملك هوا تكون دي صحبت؟ يا صحابتك كنت قتل بس لا أنا ما عنديش صحاب يقتلوا أبد بس خير حضرتك كنت عايز تشوفني ليه؟ ما بالاش حضرتك والرسميات دي تشايفانا برا المكتب كابتشين وبيتوتيو آه أوكي يعني هو مجرد اعتذار وحبت أتطمن عليك موسيقى 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 مين؟ ما تخفيش يا أمي انت مين يا ابني؟ أنا مأجر الأوضة دي من أسماء وقعت فيها مأجرها؟ أهلا وسهلا بك يا دناي أنا خالتك أمو مانسي جرتك هنا في البيت خلي بقليك على مهلك ما تخافش علي بس تحتخذ مني رقان يا أهلا وسهلا بيه يا أهلا يعني هو كده بردك صح يبقى عندنا جران جوداد وادخل عليك بإيدي فضية أبقى جايب أكلي للحمام والعصفير وما جب لكش طبقة عشورة من إيدي يا أمي تسلم ديك يا أمي ما جيتش على الأكل يا أمي ما أنسي ابني راح العراق من سنين من كترهم بطلت عد آخر مرة سمعت السلطة فيها وهو بيكلمني من هناك بتقوله إزايك يا أبني عايش إزاي وبتاكل منين قال لي ياما ما جاتش على الأكل نفسك المتن مش نسياه كنت سمع جواه سريخ زي عيل صغير زي اللي أنا سمع جواه منك دلوقت وإنت عملت كتبه لكنه لكنه واقفه صاطي يا حبيب ساعات كتير بيبقى فيهم أصاب بعض بس كل واحد فيهم بيروح بعيد عن التانية طب وإنت روحت فيه؟ مش عارف بس المتأكد منه أن أنا سبت مكاني من ساعة ما كل حاجة لقبطت وروحت في حتة تانية من ساعة ما الحب والكره سكنوا قلبه واحد ساعة الكتبه صدقه في كلمة واحدة وأنا عمال بجري بجري ورا مين؟ ولا مين بيجري وراي؟ ده اللي أنا ما عرفهش بس الحاجة الوحيدة اللي عرفها من الواجه هو اللي لسه قاعد مكانه قاعد جوانا وعمال بيصرخه بس حون عليك يا ضلائل اللي ما قلت ليش؟ انت اسمك ايه؟ اسمي الجبالي آه اسمك من بختك شيل حمول دور عاللي يشيلها معاك يا ابني بق العمر لسه قدامك طوي ايوة حس بيك يا ابني حسك بتقطم في الكلام زي اللي بيقطم لقم العيش زي اللي عايز يبعد مش طيق حاله ولا طيق اي حاجة حواليه صح انت عندك حق؟ انا لازم ابعد لان خلاص ما بقيتش شايف اي حاجة عمر الشوف ما كان بالنظر يا ابني حتى هنا هنا مرضو مش حاسس حاجة في صوت رجلين غريبة طالعة يا ابني دقتهم نويا شر جبلة جبلة موسيقى لا، لقد رأيتها على الوقت حتى الآن لم أرى الواقع نعم موسيقى مونا وحبا خليف لا، لقد رأيتها لقد رأيتها الآن حسناً، شكراً موسيقى 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 البطور المعمل في أمريكا يا دادا بقى لهم يومين ما برحتوليش نتيجة التحليل دي بتاعت خليف بيت؟ طب منينا يا حبيبتي فيه ايه؟ لا يا دادا دي مش بتاعت بابي دا ايه يا مونا يا حبيبتي؟ دي نتيجة التحليل بتاعت دينا ايه بتاع رامي فيه مشكلة مشكلة ايه كفل ما تشارك علي مش رابي ايه؟ 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 خلاص يا دادا خلاص انا كنت شكة زي ما حكيتلك ودلوقتي اتأكدت ايه بقى لازم تقوليلي حالة من ابوه؟ بقولك يا دادا ايه وعي تتكلمي في الموضوع التاني ولا حتى مع نفسك؟ ايه فلين نهائي مفهوم؟ بحمد الله يا رب ليه كده يا موني يا بنت؟ موسيقى 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 بس فكر تاني يا بنا الفلوس اللي إنت أخدتها للأسف هتتدفن بيها حي ومرطك وعيالك مش هلحقوا يتهنوا بيهم أصل إنت مش عارف عملتي إيه دي مصيبة كبيرة أخدت منهم كام؟ مش مؤام الفلوس يا بدير عايز أعرف مين خمسين ألف جني والله العظيم خدت خمسين ألف جني بقول لك مين؟ باش الله دار شاول هيا تلني يا باشا لبولتها بوسيدك قول لي مين وأنا حفرمه قول يا بني لا تضيعش نفسك هادر طليق مرات حضرتك يا باشا جمال الجبال جمال؟ يا فلدم بعد إذنك عفيني المراضي هي عزوم عفيد بيها أنا ما أحبش أسمع الكلام بالناس بتوعي من إمتى إحنا بنوضح أو بنتناقش في المكالمات؟ أنا بأكلمك المكالمة دي استثنائلة إن عارف إنت إيه وعارف كويس إليك هتسمع الكلام اللي بتعمله خطر وإنت عارف نهايته كويس مفهوم مفهوم ساعتك سمعت يا؟ سمعتها قدت مئة مرة الكلام واضح يا ليلة مش هو اللي عملها ومال التهديد اللي تقاله ده إيه؟ ورد عليه مفهوم ساعتك مفهوم في إيه يا ربا؟ مش بس المرات بيقوله مرات كتير قبل كده تعالي بقى الراجع الحواتس والكوارث اللي حصلت واللي تلفقت لمسجأ الخطر وأنتي هتلاقي السجيل اللي كله جايز وإحنا شعرفنا إحنا جاي التحقيق يا ليلة في إيه يا ربا أنت مش معايا ليه؟ ده كان زابط في أمن الدولة واللي بيكلمه ده ليه وفق أمن الدولة؟ وبيقوله مرات قبل كده دي حاجة زي شبكة أو تنظيم سر بنفس عمليات من دي كتير ليلة ما تنزعليش مني واضح إن انتي واخدى الموضوع بتحيز واضح لدي جمال بسين أنا مقدرة اللي انتي حكيتهولي عن علاقتك بيه زمانه بس فريدي بقى أني فيه احتمال واحد في المليون إن جمال بريء يبقى لي انتي عاوزة تخديم زم بخيانته ليكي يبقى من العادل انه يحسي بي ده الوقت بتعمليش حاجة تندمي عليها ندمتي كتير ندمتي وانا مستنية حد ما عرفوش وانا واقفة حسب ما عاد ما اتفقناش عليه ندمتي وانا بتمنى أحلام ما حكيتها لوش ولا اسمعها مني شبح ما كان لوش أي وجود أكيد مش حندم يا ربا أكيد ده أشرف ألو أيو أشرف انت فين؟ إيه اللي حصل؟ انت كويس؟ لا أنا عند ليلة طيب هقولك متقابل فين؟ طيب هم أعرفوا مكانك منين عشان يجبسوا كابسة زي دي والله بوبا فيه جاز احتمال يمرأبين تلفون أشرف يمرأبين أسماء نفسها بص يا جمال بصراحة من ساعة ما كنت عندي في آخر مرة في العزبة أنا مكنتش عايزك تخرج بس انت اللي أصريت انت عارف يا جمال أن العزبة هنا أمان وما حدش يقدر يهوب عندنا ما أنا شكل فعلاً هفضل قاعد عندك هنا لحد ما شوفت دونيا بره فيها بيتك ومطرحك وكل اللي هنا أهلي ورجالتي يعني اتحرك في البيت كأنه بيتك بالزبط تعيش يا باب طبق ده لسيدي ده اللي انت طلبته مني وأكتر موعيد خروجه وارجوعه موعيد مراته موعيد البصل اللي بيودي حافدته كيكي المدرسة ويجيبها من المدرسة الديليفري بتاع السوبر ماركت الأدوية اللي بتجيلهم من الأجزخانة ولو عايزني كمان أعرف لك عدد الأمصان اللي بيوديها للمكوجي أعرفها لك لا حلو كده يا باب ما قلت ليش تنوي علي والله يا بابو لسه مش عارف بس ما فيش حاجة تخرجني من اللي أنا فيه غير أبو العزم ده هو ده اللي مدورها كلها؟ مش بالزبط بس ده أول باب لازم أخبط عليه طيب أفرد لقيت ورا الباب ده ميت باب هفضل أخبط لغاية محد يفتحلي يعرف اللي عايز أعرفه يما أنت فاهم بقى اللي هيحصل أنا معك في المشوار ده وأنا أكيد أحتاجك ياه طحنا معنوياتنا بقت في السماء خالص وعملاني نس كافيه وجايبهولي لحد عندي وراكت دمت إلوي جدا؟ أنت أنا كان نفسي أصورك وأنت أفلم الدنيا يا بنتي خوف تطور معاك في الكلام تقوم تطرديني من بيت يعني ما كانش هتوصل للدرجاتي لا شكلها كانت هتوصل أنت عارفة أنا أنا كنت مراهوب قوي على أشفر أنت الشخص الوحيد اللي واقف جنبي وساعدني من غير ما يكون عاوز مني أي حاجة يا حبيبتي أنت مديتيش لنفسك فرصة أصلاً علشان تشوفي حد يساعدك ولا لا؟ هو فيه؟ هو فيه حد يحاولي ساعدك قبل كده وما أبتديش ولا؟ لا طبعاً حد يساعدك ألفير لا شكلك بخبيه حاجة إيه ده؟ خوفيه؟ ألبير الزفت بعتلي تاني اللي غبي بعت هددني تاني أنا ما بحبش التصوير بس وفقت علشان أحضرك وعلشان أعرف أنك عقلة مش هيدوع منيك لكده ولا كده طب و بعدين؟ بعدين ايه؟ أنا ولا يفرق معي الحمار ده هيودي نفسه في ستين ده وعليش يا أشرف أنا مش عايزك تزعب من بوبو سواء كان اللي أنا عليها مش أكتر لا خلاص أنا موزع لنا أنا فهمت بس اللي مش أدري أفهمه حاجة واحدة يا جميل أخرتها إيه؟ اللي حصل لك في المكان اللي أنت كنت مستخبي فيه ده ممكن يحصل لك تاني هنا ويتقبض عليك وأنا معاك ممكن تهرب مرة واثنين وثلاثة بس الحد إنت؟ أنا مش محتاج أسمع كل الكلام ده كل الأسئلة اللي جواك أنا عندي قدها مئة مرة أنا عايز اللي حلالي يوقف جنبي ويساعدني معلش يا جوالي لا أسف مش موضوع أسف أنا حرف اللي أنت خيف عليها بس لو ما شبت ريالي أنت بتفكر فيها يبقى بأسلم يروحي بنفسي أنا أبتلك أشرف قبل كده اللي حصل ده بمزاجي مش غصبين عني ما ينفعش معاه لقانون ولا قدلة لأنه أصلاً ضد القانون فزي ما ابتدى كده لازم بردو يخلص كده ماشي طب الحد ما ده يحصل أنت مأمل لبوبو ده واثق فيه هالي انت بقى كنت بتشتغل يا فتحي قولي يا بوبو مفيش حد بيقولي يا فتح دي خالص ماشي تشتغل يا بوبو هكون بشتغل إيه يا أعلى دكتور في الجامعة زي ما أنا بشتغل دلوقتي بس زي ما كنت واحد من بين مليون واحد دلوقتي بشتغل مع الكبار زي عكده يا باشا مفيش غربوب بواحد بس طب ما تتطمنش أيوي كده بيه يا باشا بلغت لحد زعلان مني لا خالص بس هو عتشتغل شغليتنا دي وتطمن أبدا عشان ساعتها مش تلحق تاخد نفس عيك ماش ترس بقولك ما نديديش الأمان؟ يدوم لوها يا جباباش قولي يا جمال ماشي يا جمال ده معرفة قديمة بقى مم الأمن شغال مع من زماني عند رجالته وأسلاحهم وبيسمع الكلامي أنا وريس فتا ده الحكاية كانت بلد وها بلد وأمن جواه أمن يا طول عمرها ماشي كده مسمحاتش كان بياخد باله لقولي صحيح مين بالك هاتمعك لما حطوا عليك قول قول ما تتكسبش شو بقالك؟ طبعا قالي وقده بيوسكت؟ لا دي حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص بقالك خمستاشر سنة كل مسألك على واحد بتقولي حاجة تانية أخطى بص ماشي يا سيدي حاجة تانية ايه بقى أصرفها؟ اسمها يا روبا مهندسة وموكلة عندي جتلي فقضية كده مه وبعدين مش هقوليك بقى كلام المحفوظ اللي هو كنت داخل الموضوع في الموضوع بوهزر وبعدين قلب جد انا من اول ما شفتها ثبتتني ما بقتش عارف اتحرك يا اخي بسّتها غيه وكلامها وطريقتها واللي برايتها برايتها والله البيت تتشكلها بتشتيرك كل اعملك طول عمرك بقيتل عليك بوقتي عايب عليك ماشي ممّ تمنطق عليك؟ اه كلام تعه مم وقولي بقى هي ظروفةة من بحيطك ايه دم؟ لم جداً عايز اعرف ايه ده؟ ده عامة؟ بس يا كومي سوى اللي منشرة في الجرنال انحر اسود يا دكتور الموضوع تلحر صادر من المطابع والحمد الله هريد كل المصايب صور وجرايد يا دكتور تحمار يا كومي عايز تجيب مشكلتك زي مشكلتي؟ العفو يا دكتور بس في الحقيقة انا حسس ان مشكلتي انا هي اللي ملاش حل لانها مش مشكلة اصلا يا خوي ايه يعني؟ شوية حرمية وطلوا على عربيت فلوس عازم يعملوا ايه؟ هيفسوا العجل؟ ما لازم يسرقوها عارف ليه؟ لانك عبيت بتغير بقى انك بتشتغى من ورانا فهي الجديد يعني لما تعال هنا بص مين مجنون يا بعد صور شخصية زي دي الجرنال وانهي رئيس تحرير حيوان يقرر انه ينشرها من غير ما ااخد ازم نازم يتقدب سعدك يتقدب ده انا هيعلقوا مني لا ده لح سوره هو وورا تفقدت النوم عشان يتقس الجريبة ان السور دي تبعتت لي كذا جرنال ده الوحيد اللي تشامل وقرر انه ينشرها ايه؟ مش عارفين ان حكومها؟ اسحب علاناتك من عنده يا كومي حضر يا فتا وبلغ كل اللي تعرفه في غرفة الصناعة يعملوا كده مفهوم؟ لا تبرو خصية لكن ارجع وقولي لا ايه مش عليه لا ايه باع السانيورة اللي بعتت له السور ماشي يا رجل ماشي هو ده الموضوع اللي سابتك كنت عايزني فيه ولا فيه اي حاجة بخصوص الموضوع بتاعي ما قلتلك ده مش موضوع يا كومي ما خلاص يا اخوة اللي راح راح سيبني دلوقتي بحيت عبوك حاضر يا فتا هنزل ستا لحظتها حسيت ان قلبي هيقف اتجمت في مكاني وبقتش عارفة اتحرم اصلا انا مش فاكرة انا نزلت الشارع تاني ازاي بعد ما شفت الشقة كده جريت على السلم ولا ركبت الأسنسير نزلت علشان اكلمك سمعت التليفون بيتاخد منك وبتقفل قلت خلاص انا اقف مكاني لغاية ما يجو ياخدوني انا كمان الدنيا كلها سودة تفوق الشي لقى خلاص يا ربو ما فيش حالة وبعدين اللي حصل اللي احنا كنا متوقعين عشان كده طلبت منك تخفي الحاجات دي من عندك خالص صح انت كان عندك حق انا دايما عندي حق يا ربو من ساعة معرفتك وانا عزت ان انا عايزة ساعدك ووقف جمبك وحلايكي بجد اشرف انا مش عارفة اشكرك ازاي انت مش محتاجة تشكريني انت الانسان الوحيد اللي وقفت جمبي لفتر الداخلي ازاي ازاي من ساعة معرفتك وانا بشوف الدنيا بعينك عين طيبة وبريئة انت غيرتي حاجات كتير قوي فيها يا ربو ما كنت عايش حياتي على فكرة خلوق وصهر وبنات لحد ما جيت انت في حياتي رميت كل ده وردها لي وبقيت عايزة تغير اللي احصل بس انا فعلا بشوفك انسان كويس من اول معرفتك ما تتغيريش بمظاهر اشرف اللي بتشوفيه بعينك ده هو دي البني ادم اللي انا عايزة وصوله بجد انا مش فهم انت توصد ايه بالكلام اللي انت بتقوله ده بس اكيد هبقى سعيدة قوي لو كنت سبب في حاجة تغيرك للاحسن وانا مش عايزك تبقى سعيدة بس انا عايزك تبقى متطمنة كمان اكيد وما ليه شايف عنك خوف دي مش متطمنة حتى في الوقت اللي بنبقى فيه مع بعض يا ربو انا اكيد ببقى متطمنة كيفانا انت الشخص الوحيد اللي جريت عليه لما وجهته مشكلة علشان اتكلم معاه واطلب مساعدته طيب ولو مفيش مشكلة هبقى في بالك برضه جاوبيني بس يا اشرف انا عارفة ان انت بتحاول تطمنني وبجد حاسة ده ومتأكدة منه كمان بس انا في الاول محتاجة تطمن من جواي ومحتاجة تطمن على رضا ميش يا ربو وانا هفضل جنبك لحده متطمنية وتيجي تقوليه الكلام ده بنفسك يا سيدي ماشي 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 بس يا زيدي لقيته راجع وبوزه شبرين ملك يا كومي فيه ايه؟ انت حمار يا كومي بتشبه مشكلتك بمشكلتي يعني يا كومي مستعدة ادفع نص الفلوس الاتخدت واشوف زاتهم ببعث او كده ادفع من فلوسك انت حبيبي ملكش ادعب بفلوسك وفلوسك وفلوسي ايه يا امر مش واحد لا يا راح قلبي انت فلوس الحمار انت ايه اللي جابك دلوقت؟ مش معدي كمان ساعة؟ قلت ايه ساعة بدرياني عشان تباشي على جوه يلا حاضر مين زيالول؟ اه دي واحدة والله تصدق كنت فاكريها واحد مين يعني سكرتيرا خدامت اول؟ ما انت عارفة بيت من غير واحدة ست ما ينفعش طب بس ما كنتش فاكرة ان دماغك سمي كده انت صاحب التعبين تتعلم القرص يحب ومراتك ماشو الله عليها اول حيه علمت هيلي خلي بالك بقى يقولي احسن تلدعك واحدة ما تقولش ام يدعك انا غلبان يا حبيبتي وانت عارفة؟ غلبان؟ بالفلوس والدعب ده كله وغلبي احنا هنبص البعض ولا ايه؟ ما يحسد المال الاصحابه الهيطال يهودان مش كده؟ على رأيك ايدك على شيك محامي الحمار مش فصارة فيه لقبها معانا صح الصراح حكاية ان الوقت يقولي على اسم الجمال الجبالي دي ملقوبة بحرفانه ما يجيبها الا ستتها وست الستات كمان ولو ان الجمال صعبان علي ما كنت يخليه يفتكره الشيخنه زي ما كان فاهم ده على اساس ان الكومي حيه حيه من ايه؟ ولا حاجة يروحان حيستنى نوح لما يخرج مستجنه ويقراره بمعرفته ويقعد ينكشينا في القديم وحورات ملهاش لازم على رأيك وهو كده كده جمال هارفان وناجرج لما ملفه وزيط قضيئ يعني قضيئ ده انت طيبة قوي يا له قضيئك ايه حبيبوب؟ كومي مش بتاع قضايا الكومي بيخلص على جول لا يا فراولة احنا ما اتف guckenش على كده وانت مالك اللي حصعب عليك يفرق ولكم فاكر ان انا حسكت لجمال لما يجيلي بيت ويقولي أرجع لي الجزك حافي وشاحات خليه يشوف الحافي الشحاد ده هيعمل فيه ايه يالا الديني الشيك تفضلي يا مرات الغالي مرات الحمار الشاي يا سي علي لا خلاص مش عايزين هستأذن انا بقى يا سي علي ما